موسيقى برغم انه في خمس شخصيات مرشحة للجايزة الا ان الصورة دي كانت من الاكتر الصور اللافتة للنظر على مستوى المواقع البريطانية نصها لكافن دي بروين ونصها لمحمد صلاح امت بدأت المناشمة بين الاثنين يا سيد فرحي؟ هو اول موسم لمحمد صلاح في اي مرحلة قالوا هما الاثنين دول هي في المراحل الاخيرة من السباق لانه الاسماء اللي قدامنا يعني هاركين يعني خرج وفرقيته متأخرة الرابعة حتى قبلهم دي ايه خارس مرمى ماشستر يونايتد وماشستر بعد يعني يعني عادة المسأل يقولك هي العربي يقولك الجياد الاصيلة هي التي تحسن نهاية السباق فدول جيادين اللحظات الاخيرة اللحظات الاخيرة والمصري لكن انا هرجع تاني يسمينه بلجيكي العبقري والمصري والاستثنائي واللي بيحب صلاح جدا بيقولك يعني وبيختار بيقولي انا قدمت صلاح ان انا مش لاحصا من صلاح فيعني كما تكون انت ظريف كده ومطلح مع نفسك هتبقى عبقري وستبدع ما عندكش الغل قصة كمان القاعدة بتقول انه هو ما بيديش لنفسه ولا فرقته لا هو بيدي لغيره اه لحد غيره بره الفرقة طبعا ايو هابيقول انا مش تلاقي احسن من صلاح بره في كل الانجليز دول في كل اللعيبة اللي بلعاوه في الانجليز فهو السباق في المرحلة الاخيرة كان اشتعل حتى بين كل المتنفسين ولكن انا بشوف ان هو صراح قدر صلاح يعني صلاحة استاذ شريف اعاد لفربول من سنة 2005 ما خدوش هذا اللقب كان ستيفان جيرالد لو تفتكر هو 2005 اخر واحد لفربول 18 سنة متاشا حد من عندهم النهاردة كل العرب وكل المصريين اي مصر الليفربول بتلاقي الدنيا الليفربول يعني الليفربول دا في الستينات كانوا اقوى الفرق كنت انت لسه في الباي باي ما تولدتش يعني فليفربول استعد امجاده بجانب كبير من توفيق صلاح اشتركوا في القناة